بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم أبناء الأعزاء طلاب الصف الأول المتوسط بمدرسة متوسطة الجامعة الأهلية في درس جديد من دروس مادة الرياضيات والتي تقدمها مدرسة متوسطة الجامعة ضمن منظومة التعليم عن بعد معكم معلم الرياضيات الأستاذ بسام رحمي أحمد درس اليوم إن شاء الله سوف يكون بعنوان حجم المنشور بالكتاب المدرسي صفحة 177 يريد كده أبطال إن شاء الله نكون مع بعض في صفحة 177 نبدأ بهذه الفقرة فقرة استعد واللي كون ثلاثة أشكال للمنشور الرباعي حجم كل منها ثماني وحدات مكعبة ثماني وحدات مكعبة ثمانية وحدة مكعبة يبين عندي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمن وحدات موجودة أبي أكون منها شكل منشور رباعي بطلت طرق مختلفة بتلت طرق مختلفة تعالوا نشوفوا الطريقة الأولى هنحط مكعبين ثم فوقيهم مكعبين 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 وبالتالي هيكون عندي الطول الطول تحت الطول كم وحدة اتنين وحدتين وحدة اتنين والعرض كم وحدة ادي الطول وحدتين ادي واحدة اتنين والعرض وحدة واحدة العرض وحدة واحدة والعرض وحدة واحدة اما الارتفاع مع بعض كده ادي واحد اتنين ثلاثة اربعة وحدات يبقى الارتفاع عندي اربعة وحدات وبالتالي حجم هذا المنشور هيساوي كام تمام كده اتنين ضرب واحد ضرب أربعة اتنين ضرب واحد ضرب أربعة هيساوي كام واحدة تمن وحدات مكعبة تمن وحدات مكعبة طيب هل نشوف الطريقة الثانية تمام يبقى احنا عملنا ايش هنا بقى لا قلنا ان الطول اربعة هدي واحد اتنين تلاتة اربعة الطول اربعة والعرض العرض واحد هنحط ايه وحدة واحدة فقط لا غير طب والارتفاع هنرتفع كام وحدة اتنين يبقى العرض واحد والارتفاع اتنين طيب كلهم كام احنا متفقين على ان الحجم هيطلع ثمانية وكلهم لازم يطلع ثمانية ولكن بهذه الطريقة كانت كيف جات التمانية من اربعة ضرب واحد ضرب اتنين بدلنا بقى صار الطول اربعة والعرض واحد والارتفاع اتنين تغير الشكل تعال نشوف طريقة ثالثة طبعا الحجم هيبقى كام تمانية ها طريقة ثالثة ايوة عملنا هنا الطول كام نعد واحد اتنين طب والعرض كام اتنين طب والارتفاع كام عدينا واحد اتنين يبقى الطول اتنين والعرض اتنين والارتفاع اتنين وبالتالي الحجم هيكون كام ايوة الحجم هيكون اتنين ضرب اتنين ضرب اتنين يعني كام تمانية يعني كام تمانية تمام كده شباب طيب سؤال هل ممكن ارتب التمن مكعبات بطريقة تانية تكون شكل ثلاث الابعاد طريقة رابعة يعني تعطيني برضو نفس الناتج تمانية ها كيف ممكن هي مش موجودة لكننا نحن هنعملها هعمل ايه هحط مكعب واحد مكعب واحد ورس التمنية كلهم فوق بعض طيب يا كام واحد ضرب واحد ضرب تمانية لفوق تمانية هتعطي برضو تمانية تمام كده يا بطال ممتاز طيب من الكلام اللي احنا عملناه هنا نستنتج ايه مهم جدا بقى ايوه هنستنتج ايه ودبالك معايا حجم المنشور هيساوي ايش الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع الطول والعرض لكن فيه ملاحظة كمان الطول والعرض يا ابطال هادي الطول والعرض هذا الطول وهذا العرض ها ضرب الطول ضرب العرض يمثل ايه ايوه مساحة المستطيل اللي هي مين تعتبر ايوه هذا المستطيل يعتبر القاعدة يبقى اني باجيب مساحة القاعدة يبقى الطول والعرض هدولا يعتبر مين مساحة القاعدة يبقى اقدر اعبر عن مساحة المنشور بطريقة ثانية واقول اني حجم اه اعنا اسف حجم المنشور بطريقة ثانية واقول اني حجم المنشور بيساوي ايه مساحة القاعدة ضرب الارتفاع مساحة القاعدة ضرب الارتفاع يبقى عندي طريقتين لحجم المنشور ننتقل الى سؤال اخر الى مثال نطبق عليه احسب حجم المنشور احسب حجم المنشور المجال اهو اول حاجة مساحة القاعدة كم مساحة القاعدة يا شباب اه هي قاعدة هذه قاعدة كم الطول فيها ستة وكم العرض ستة يبقى ستة ضرب ستة كام ستة ضرب ستة الناس اللي حافظة جدولة الضرب تمام كده ستة وتلاتين وسنتيمتر مربع ليه هذه وحدة المساحة سنتيمتر مربع عليها قس اتنين طيب يبقى حجم المنشور بسويش احنا قلنا نحفظها هذه نحفظها يا شباب مساحة القاعدة ضرب الارتفاع مساحة القاعدة ضرب الارتفاع مساحة القاعدة ضرب الارتفاع مساحة القاعدة بكام ستة وتلاتين طب والارتفاع بكام اهو الارتفاع اهو هذا الارتفاع كم اتنين يبقى ستة وتلاتين ضرب اتنين يساوي كام اتنين وسبعين سنتيمتر مكعب وهذه وحدة الحجم وحدة الحجوم أيها بالسنتيمتر المكعب بالوحدات المكعبة الحجوم بالوحدات المكعبة المساحات بالوحدات المربعة بالوحدة المربعة أما الحجوم بالوحدات المكعبة بالوحدات المكعبة وضعها شباب وحدات مكعبة جميل يبقى استطيع ان انا احل حال اخر احنا قلنا ان حجم المنشور بيساوي ايه في الاول ايوة الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع وبالتالي هيكون ايش ها اشيل الطول وحط مكانه ستة واشيل العرض وحط مكانه ستة واشيل الارتفاع وحط مكانه اتنين نفس اللي فوق هي هي ما احنا هنعمل ايه هضرب الستة ضرب الستة بستة وتلاتين ستة وتلاتين ضرب اتنين هتسوي كام اتنين وسبعين هتسوي كام اتنين وسبعين سنتيمتر مكعب طبعا لازم يطلع نفس الناتج انا بقول الحل اخر مش بحل مسألة تانية يبقى لازم يطلع نفس الناتج ولكن انا استخدمت قاعدتين لحساب الحجم مرة قلت مساحة القاعدة في الارتفاع ومرة قلت الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع تمام كده ابطال يبقى نعندي طريقتين ناخد مثال اخر في صفحة تحقق من فهمك صفحة 178 يريد ان نكون مع الفتحين الكتاب ونسجل فيه اجابة تحقق من فهمك اهو احسب حجم متوازل مستطيلات المجاور طبعا احنا كنا قلنا قبل كده ان المنشور الرباعي او ان متوازل مستطيلات هو منشور رباعي ليس منه متوازل مستطيلات لان كله اوجهه مستطيلات وهو منشور رباعي لان القاعدة بتاعته شكل رباعي قاعدتين المتوازيتين شكل رباعي يبقى ايه ينفع الاسم هذا وهذا يعني المنشور متوازل مستطيلات هو برضو منشور تمام ومنشور رباعي طيب حجم المنشور هذا يساوي ايش احنا قلنا القاعدة بتاعتنا اه مساحة القاعدة هتساوي الطول ضرب العرض الطول تسعة ونص والعرض خمسة فحط تسعة ونص ضرب خمسة هيساوي كام هيساوي سبعة واربعين ونص متر مربع متر مربع لان هنا متر يبقى هنا متر مربع تمام كده طيب الحجم بقى يا ابطال هيساوي ايه ايوه مساحة القاعدة ضرب الارتفاع حفظناها بدا مساحة القاعدة كام على حسب السؤال ايوه هنشيلها ونحط مكانها سبعة واربعين ونص طيب والارتفاع وين هو الارتفاع فوق هو التلات هذا هو الارتفاع يبقى شيل الارتفاع وحط مكانه تلات واضربهم مع بعض يطلع عندي مية واثنين واربعين سنتي متر مية واثنين واربعين وفاصلة خمسة من عشرة متر مكعب متر مكعب طب هل يمكن احلها حال اخر طبعا اقدر احلها حال اخر باننا نستخدم القاعدة الثانية او القانون الثاني لحساب المنشور اللي هي بتقول ايش الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع يمكن يكون هادي اسهل عشان تبجي خطوة واحدة هادي اسهل تبجي خطوة واحدة على طول مباشرة احط الارقام الطول تسعة ونص العرض خمسة الارتفاع تلاتة يبجي هاضرب تسعة ونص ضرب خمسة ضرب تلاتة هيساوي مية واثنين واربعين ونص متر مكعب مية واثنين واربعين ونص متر ايه مكعب ننتقل الى سؤال اخر صفحة مية تمانية وسبعين في فقرة تحقق من فهمك يقول لي هنا ايش يستعمل احد المحال مقاسين من الاكياس لتعبئة الفشار كما في الشكل المجاور اي المقاسين يتسع لكمية اكبر من الفشار اي المقاسين يتسع الى كمية اكبر المقاس الف والمقاس ب هذا تمانية ونص وتمانية ونص واثناش هنا ايه عشرة وتسعة ونص وتسعة ونص تمام هادي هنا بيحصل خطأ عند كتير من الطلاب يقول لك متساوية يا استاذ طب كيف عرفت ان هي متساوية يقول لك نجمعهم تمانية ونص وتمانية ونص كام سبعتاشر واثناشر تسعة وعشرين طب هادي تسعة ونص وتسعة ونص تسعتاشر وعشرة تسعة وعشرين جم متساوية خطأ كلام هذا خطأ احنا بنكتلم على الحجم ما بنجمعش ليه لان في الحجم الحجم يا شباب الحجم بيساوي ايه مش جامع طول ضرب العرض ضرب الارتفاع الضرب يا شباب انتبه الحجم هنا علامة الضرب الحجم علامة الضرب وبالتالي هقول ايه تمانية ونص ضرب تمانية ونص ضرب اتناشر هضربهم ما بعض يطلع الناتج كام يطلع الناتج تمنمية سبعة وستين تمنمية سبعة وستين سنتيمتر سنتيمتر مكعب ويبقى الناحية التانية نشوف ها هنضرب الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع اضرب يطلع بقى ساعتها النتاج متساوية او غير متساوية دي حاجة تانية لكن انا ما استخدم عملية غير عملية الضرب لان الحجم بيساوي طول ضرب العرض ضرب الارتفاع يبقى نضربهم مع بعض يطلع عندي تسعمية واثنين فاصلة خمسة من عشرة سنتيمتر مكعب ايبقى ايهما مقاسه اكبر المقاس الف ولا المقاس باق واضحة طبعا كده الاجابة هي المقاس باق يتسع لكمية اكبر من الف شهر المقاس باق هو اللي لكم ميته اكبر من الف شهر الان يا ابنائي احبابي شبابنا هننتقل نفتح الكتاب على صفحة 180 فقرة تأكد 180 فقرة تأكد احسب حجم المنشور حجم كل منشور مما يلي وقرب الناتج لاقرب عشر اذا طبعا لزم الامر مساحة القاعدة هتساوي ايش ايوه 11 ضرب 5 11 ضرب 5 يساوي كام 5 و 50 طبعا مليش فيها اقول ان حجم المنشور بيساوي عفوا ها مساحة القاعدة ضرب الارتفاع تمام كده ممتاز طبعا حطت مساحة القاعدة مكانها كام 5 و 50 طب والارتفاع كام كام الارتفاع حد يكتب ايوه اربعة الارتفاع اربعة يبقى 55 ضرب اربعة يساوي كام 55 ضرب اربعة ممتاز 220 دي سي متر ايوه مكعف طبعا الدي سي متر كمعلومة نتذكر فيها الدي سي متر هذا الدي سي متر اسف الدي سي متر مش الدي سي متر مكعب الدي سي متر واحد دي سي متر حد يعرف يساوي كام كام سنتي متر ها ها شباب الدي سي 10 سنتي متر 10 سنتي متر الدي سي متر الواحد 10 سنتي متر والدي سي متر المربع يساوي كام سنتي متر مربع هذه اسئلة كانت اسئلة جميلة جدا تيجي في وقتها ان شاء الله اممكن انت تبحث عنها او تفكر فيها وتحلها ويا سلام لو ارسلتها الي على الخاص ان شاء الله الدي سي متر المكعب بيساوي كام سنتي متر مكعب تمام يبقى انكمل مسألتنا بحل ممكن احل حال اخر اه احل حال اخر كيف اقول ان حجم المنشور بيساويش اه 3 حاجات مع بعض كام 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 ايوا الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع جميل يعني خمسة الهداشر ضرب خمسة ضرب اربعة كل هدول هيساوي كام ميتين وعشرين سنت دي سي متر مكعب دي سي متر مكعب يا سلام تمام اتقل الى سؤال اخر احسب حجم المنشور وقرب الناديج الى اقرب عشر ها مساحة القاعدة على طول خلاص بس تعودنا بقى عارفنا اول حاجة نجيب مساحة القاعدة اللي هي ايه مين ضرب مين ايوا اه اتناشر واتنين من عشر ضرب تمانية ان هذا هو هذا هذا ايه هذا العرض وهذا الطول وهذا الطول تمام كده هيبقى هيساوي كام هيساوي كام سبعة وستين فاصلة ستة من عشر طب اعمل ايش فيها اقول ان حجم المنشور بيساوي ايوا مساحة القاعدة ضرب الارتفاع يبقى سبعة وستين فاصلة ستة من عشر ضرب الارتفاع بسبعة اضربهم مع بعض يطلع معايا كام ستمية ثلاثة وتمانين واتنين من عشر سنتيمتر مكعب المساحة بالمربع ها الحجم بالمكعب الطول قس واحد من دون لمربع ولا مكعب سنتيمتر مباشرة طيب حل الاخر يمكن حل الاخر احوظنا القاعدة ها الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع وبالتالي ايوا ناشر اثنين من عشرة تمانية ضرب سبعة اي ساوي ستمية ثلاثة وتمانين فاصلة ستة من عشرة طيب ناخد سؤال اخر فقرة تأكد بقول صندوق ابعاده ثلاثة متر واتنين ونص متر وخمسة متر وصندوق الاخر ابعاده اربعة متر وثلاثة ونص متر واربعة ونص متر ايهما حجمه اكبر يبقى رقم واحد ورقم اتنين رقم واحد ابعاده ثلاثة متر واثنين ونص متر وخمسة متر والاخر اربعة متر وثلاثة ونص متر واربعة ونص متر اربعة متر وثلاثة ونص واربعة ونص طيب هنحسب حجم الاول نقول ان حجم الصندوق بيسويش اصح اسهل حاجة نحن نستخدم نقول الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع هشير الطول وحط مكانه 3 العرض 2.5 الارتفاع 5 وبالتالي احسبهم 3 ضرب 2.5 ضرب 5 هيساوي معايا كام هيساوي 37.5 متر مكعب 37.5 متر مكعب طيب نشوف الصندوق الاخر حجم الصندوق زي ما قلنا ها حفظنا ها مين ضرب مين ضرب مين ايوة الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع هنشيل الطول وحط مكانه 4 والعرض 3.5 والارتفاع 4.5 هضربهم كلهم مع بعضيهم يطلع كام 63 متر مكعب يبقى ايهما اكبر واحد ولا اتنين طبعا الصندوق رقم اتنين يبقى الصندوق رقم اتنين اكبر حجما من رقم واحد يبقى رقم اتنين اكبر حجما من رقم واحد تمام كده ابطال ممتاز الان هنتكلم كنا كلمنا في السابق ده كله كنا كلمنا على منشور الرباعي الحين هتكلم على المنشور الثلاثي ايهو المنشور الثلاثي قاعدته على شكل مثلث احنا اخذنا القاعدة الاساسية حجم منشور بس انا بكلم دوقتي على حجم المنشور الثلاثي اخذنا حجم المنشور الرباعي كان في كل مرة كان كان عليه، كان كان شكله Chance ايه او متواز مستطيلات بجأ ايه قاعدته شكل مستطيل شكل ايه ? مربع فييييييييييييييييييييييييز طوله tuttoل في العرض طيب لو كان مثلث يبقى لابد اننا نتذكر مساحة القاعدة حجت المثلث يبقى ناعيني هدي مساحة القاعدة مشلث وارتفاع المنشور تمام؟ وهدي قاعدة مين اه اه اتفاع قاعدة مين هدي؟ قاعدة المثلث ا учنيahan المثلث يبقى عندي حجم منشورة يساوي مساحة القاعدة في الارتفاع بس المرة هادي مساحة القاعدة بتساوي ايه? ها? مثلث مساحة المثلث ايوة يعني لاحظ معايا اهو مساحة القاعدة اللي هي شكل ايه ده هده هده مثلث القاعدة هادي مثلث يبقى هنا مساحة القاعدة هي ايه مثلث بتساويش مساحة المثلث نص القاعدة ضرب الارتفاع يعني يعني نص ايو هادي قاعدة المثلث وهادي ارتفاع المثلث يبقى نص تمانية في ستة بكام باربعة وعشرين اربعة وعشرين انت حجم المنشورة يساويش مساحة القاعدة ضرب الارتفاع القاعدة جبناها بكام باربعة وعشرين طب الارتفاع بكام بتسعة ايوة هادي الارتفاع يبقى ايه تسعة يبقى ايش تسعة ها الله يفتح لي يبقى كام متين وستاشر يبقى كام متين وستاشر لاحظ معايا ان الارقام التلاتة اللي احنا اخدناهم الموجودين عندي استخدمناهم وضربناهم كلهم في بعض الفرق ما بينها وما بين المنشور الرباعي ان هنا في مين لما يكون عندي مثلث يبقى فيه نص في المثلث فيه نص تمام يا ابطال هادي الملاحظة مهمة جدا اهو حل اخر هاقدر اقول كده هو ايه المحجم يعني الارقام التلاتة الموجودين عندي نص تمانية ها ستة تسعة اللي كنا هناك كان شكل هناك كان نقول ايه طول وعرض وارتفاع طبعا هنا ما عادش فيه طول وعرض وارتفاع لان هادي اختلفت يبقى بس يقول ايه تمانية ضرب ستة ضرب تسعة مضروبة كلها في ايش في نص يبقى لو كان عندي مثلثة حط نص وبالتالي يبقى نفسها متين وستاشر نفس الاجابة متين وستاشر تمام ممتاز طيب اهو تحقق من فهمك صفحة مية تسعة وسبعين نرجع على صفحة مية تسعة وسبعين احسب مساح احسب حجم المنشور الثلاثي باول حاجة وسحة القاعدة تمام كده اهي خلاص عرفنا بقى القاعدة والارتفاع يبقى نص اربعة في خمسة بكم بعشرة ممتاز يبقى الحاجم ايوة خلاص حفزنا القوانين هادي احنا حفزنا القوانين كم عشرة ضرب كم ايوة سبعة اللي هو الارتفاع ارتفاع المنشور سبعة ارتفاع المنشور سبعة يبقى هيساوي كم يبقى كم كلها كده الحجم سبعين حل يقدر حل بحل اخر طبعا زي ما قلت زي ما حلنا اللي قبلها هعمل ايش حاجم الحل اخرى حاجم المنشور بيسويش نص ما نساش النص قاعدة المثلث ارتفاع المثلث اللي هو القاعدة اللي هي هدي مثلث ثم ارتفاع المنشور يعني الثلاث ارجام الموجودين عندي كلهم هحطهم ولكن ايه هطربهم في نص في الاول يبقى يبقى عندي كم ايوة ها اربعة واشي الارتفاع حط خمسة واشي الارتفاع المنشور حط سبعة وبالتالي يبقى كامل المساحة نهائية سبعين مساحة نهائية كام سبعين طيب سؤال اخر احسب حجم المنشور الثلاثي المجاور اه نقدر واضحة سهلة او حاجة احسب القاعدة نص القاعدة في الارتفاع اللي هي المثلث يعني هذا المثل هنحسبه ها يبقى نص بكام ضرب القاعدة كام بتلات قاعدة المثلث ثلاث ها وارتفاع المثلث ستة يبقى ثلاث وست نص ضرب تلات ضرب ستة كام تسعة ثلاثة في ستة بتمنتاشر ضرب اه نص التمنتاشر تسعة طيب يبقى الحجم يساوي مساحة القاعدة ضرب الارتفاع الارتفاع كام كام الارتفاع يا شباب اهو اهو كام خمسة فاصلة اثنين من عشرة الارتفاع خمسة فاصلة اثنين من عشرة يبقى يساوي كام ستة واربعين وتمانية من عشرة حل اخر حط الارجام نص قاعدة المثلث ارتفاع المثلث ارتفاع المنشور الثلاث ارجام اللي عندي احطهم بس منساش انه هضرب في نص الاول او كاني باجسم على اثنين يبقى ثلاث ضرب ست ضرب اثنين ونص اجسمهم على اثنين في النهاية تطلع عندي ستة واربعين فاصلة تمانية من عشرة ستة واربعين فاصلة تمانية من عشرة او صفحة مية وتمانين في تأكد يا شباب يلا بسرعة باجه ها عشان الوجد ممتازين يبقى ايه القاعدة والارتفاع يبقى اشيل وحط مكانها تمام كده قاعدة المثلث وهذا الارتفاع ها سبعة تلاتة يبقى تساوي عشرة ونص متر مربع يبقى حجم منشور مساحة القاعدة والارتفاع المنشور عشرة ونص والارتفاع المنشور اهو هذا ارتفاع المنشور كام ستة يبقى نضرب في ست يبقى يبقى يساوي كام تلاتة وستين متر مكعب ها الاخر ها الله عليك ممتاز حفظناها خلاص الارجام اللي عندي حط معها نص يبقى كامل السبعة ها والتلاتة والستة يبقى يساوي تلاتة وستين متر مكعب تلاتة وستين متر مكعب اهو سؤال اخر برضو يبقى ايه قاعدة نص القاعدة في الارتفاع يبقى كام ايوة اشيل احط هذه القاعدة ودي الارتفاع ودي تلاتة واربع من العشرة ودي الخمسة يبقى تمانية ونص ايوة يبقى اشيل تمانية ونص والارتفاع وين هو الارتفاع اهد ارتفاع المنشور ارتفاع المنشور اهو يساوي كام ست تمانية وستمان عشرة اضربوا مع بعض يطلع معايا كام تقريبا ايوة تقريبا ايوة كده مقربة على فكرة ايوة كده مقربة تمام هي هي بيطلع تلاتة وستين تلاتة وسبعين فاصلة عشرة من مية بس طبعا احنا ايه بنشيل الصفر ما يحتاج نكتبه فوقل تلاتة وسبعين واحد من عشرة تمام كده ممتاز حل اخر تمام هنحط نص قاعدة المثلت ارتفاع المثلت ارتفاع المنشور الارجام التلاتة اللي عندي واضربهم مع بعض بس يحط لهم ايش النص اقول هادي كده حط لهم ايوة تمام تمام يطلع نفس الاجارة الان يا ابطال بس قبل ما نختم نتذكر القواعد اللي عندنا ايوة حجم المنشور حجم متوازي المستطلات وحجم المنشور الثلاثي ومساحة المثلت مهم جدا 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 يبقى المنشور حجم المنشور ومتوازي المستطلات منشور الرباعي متوازي المستطلات بسويه القاعدة حاصل ضرب القاعدة في الارتفاع قواف ضرب عين او الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع المنشور السلاثي القاعدة ضرب الارتفاع القاعدة عبارة عن إيش عن مثلث القاعدة عبارة عن مثلث نصف القاعدة في الارتفاع تمام كده أبطال إن شاء الله إلى هنا أبنائي وأحبابي نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من حصة اليوم كان معكم الأستاذ بسام رحمي أحمد وإلى أن ألقاكم في حصة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته